هذا البرنامج برعاية مجمع سيفيطان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه الاعمال سترحل بنا الى عالم الخيال تارة وتحكس الواقع تارة اخرى والواقع ان عيوننا وقلوبنا كلها تأمل ان يجتمع الشمل الفلسطيني مرة اخرى في غزة الجريحة والصامدة التي نوجه لها من هذا المقام الفاتحية تحية من فضلكم لغزة الفلسطينية ورحبوا معنا ببالي مؤسسة فنون وثقافة لولاية الجزائر اشتركوا في القناة 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 بكل فئاته مشخصة للواقع ومعالجة لبعض الإفرازات عن طريق استخلاص العبرة ووضع المشاهد أمام نفسه بشكل فني وحبكة درامية وفكهية فيها الكثير من العقلانية حتى تصل الرسالة التي عادة ما تكون من أهداف أي منتوج إعلامي سينمائي خاصة في شهر الرحمة الذي تلتم فيه العائلة أمام شاشة التلفزيون أكثر من أي وقت مضى وما نقدمه لكم اليوم هو نتاج جهد وفرته لنا الدولة التي تراهن على التلفزيون العمومي كقاطرة للسمع البصري في الجزائر ومحرك آلة الإنتاج في هذا المجال سواء الإنتاج الداخلي أي داخل المؤسسة أو خارج المؤسسة مع الشركاء من القطاع الخاص حيث يعول عليه في تحريك عجلة الإنتاج السمع البصري في مجال التلفزيون بهذه المناسبة نتقدم بالشكر الكبير والجزيل للسيد الرئيس على دعمه المتواصل للتلفزيون العمومي وعلى توجهاته الرامية إلى إحداث إصلاحات عميقة على تنظيم وأداء التلفزيون الجزائري قصد إعطائه نفس جديدا يتماشى وطموحات الجزائر الجديدة وهو ما نحن بصدد تجسيده هيكليا وتنظيميا تزامنا وانطلاق تجسيد المدينة الإعلامية الحلم التي تعد من الالتزامات السيد الرئيس وهي سابقة في تاريخ الجزائر المستقلة ومن شأنها أن تغير المشهد الإعلامي السمع البصري والساحة الإعلامية الوطنية نحو الأداء والتقنية وفضاءات الإنتاج السمع البصري من استوديوهات كبيرة مجهزة بآخر التكنولوجيات فضلنا أن يكون شعار شبكة رمضان لهذه السنة رمضان إلمنا بكل ما تحملها هذه الكلمة من حميمية ومن عمق اجتماعي ونتمنى أن تلتف العائلة حول برامج التلفزيون الذي هو من العائلة وإلى العائلة ثم العائلة ونتمنى أن يشبع المشاهد وهو رأس مالنا نهمه وتلبي هذه الشبكة رغبته وارضه وهذا أسمى مراتب نجاحنا كما نتمنى من شركاء الاقتصاديين المتواجدين بقوة معنا هنا السخاء ثم السخاء بالرعاية والالتفاف حول هذه البرامج وقبل أن نختتم أشكر الزملاء الذين صهروا على إعداد هذه الشبكة برامجية بكل ما تحملهم التفاصيل وشكرا على كرم حضوركم ومشاركتنا هذه اللمة بارك الله فيكم شكرا للسيد المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري على هذه الكلمة كلمة ترحيبية في بداية هذه الصهرة التي جاءت تحت عنوان وشعار شعار أقول رمضان للمنا الصهرة برعاية مجمع سيفيتال سيداتي سادتي أتشرف الآن بدعوة السيد وزير الاتصال الدكتور محمد العقاب تحت تحياتكم لإلقاء كلمة بهذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ساد الحضور جميعا أحييكم تحية رمضانية مدام التلفزيون الجزائري قد فضل أن يستضيفنا جميعا في هذه الجلسة لعرض شبكته البرامجية الخاصة بشهر رمضان الفضيل أحيي أولا مدير عام تلفزيون الذي وجه لي الدعوة للحضور في هذه الصهرة الاحتفائية وأشكر زميلي سيد كمال سيد السعيد على المجهودات المبذولة للارتقاء بالأداء الإعلام العمومي على وجه عام والتلفزيون على وجه خاص أشكر جميع المدراء في المؤسسات الإعلامية الحاضرة ولا بد لي أن أوجه تحية خالصة لهذه الكوكبة من الوجوه الفنية من ممثلين ومخرجين وكل من يشتغل في حق الإنتاج السمعي البصري خاصة أننا نتمنى أن نتمتع بمنتجاتهم في هذا الشهر الفضيل ووزارة الاتصال كان سبق لها ونوجهت بعض التوجيهات والتمنيات كذلك حتى تكون مختلف البرامج أن تكون هادئة وهادفة وتحمل رسائل ومضامين جامعة للعائلة ولذلك نحيي تليفزيون على الشعار الذي اختاره رمضان يلمنا نتمنى أن يلمنا ولأن الشهر رمضان الكريم يعني هو الشهر الذي عادة ما تجتمع فيه العائلة على طاولة واحدة وأحياناً على قناة واحدة فهو يتيح الفرصة لكل الممثلين والفنانين والمنتجين والمخرجين لكي يصلوا إلى قلوب المواطنين وعقولهم ويتيح لهم فرصة من التألق وفرصة من البروز إذن لابد أن نقدم التحية للتليفزيون على هذه الفرصة الثمينة وفي الوقت ذاته بفضلكم سوف تتاح الفرصة للتليفزيون لكي يأخذ المكان التي يستحقها داخل الوطن وخارج الوطن أيضاً ولن ننسى أن نشكر أصحاب الرعاية على وزن أصحاب المعالي والسيادة الذين بفضلهم يتم اقتناء البرامج التليفزيونية الهدفة لأنكم تعلمون غلاء هذه المنتجات في السوق العالمية واحتفل المنتوج في السوق الداخلي إذن يعود الفضل إلى أصحاب الشركات بفضل الدعم والرعاية والإعلانات التي يقدمونها إلى مختلف البرامج ومختلف المسلسلات وغيرها وأغتنم هذه الفرصة لكي أقول لهم أيضاً أن التليفزيون الجزائري سوف يعطي لكم الفرصة مدام رمضان يلم العائلة لكي تصل إنتجاتكم وعالماتكم المتميزة إلى عقول وقلوب الجزائرين أيضاً ولابد لأن أغتنم الفرصة مدام تنوزي الاتصال أن أروج لتليفزيون الجزائري فالتليفزيون ما زال وسيلة إعلامية لديها القدرة على التأثير والوصول إلى العقول والقلوب لذلك لا تخدعكم التكنولوجيا والوسائل المتعددة فالإعلانات التليفزيونية بفضل التقنيات التي توظفها خاصة استهداف الواعي وغيرها من الأمور التي تتقنونها سوف تمكنكم من الوصول إلى شريحة واسعة من المواطنين ونتمنى للجميع التوفيق التليفزيون سوف يوفق الممثلون والمنتجون والمخرجون سوف يوفقون إن شاء الله والرعاة سوف يوفقون والجمهور الجزائرية سوف يكون مستفيداً والدولة الجزائرية كلها ستكون مستفيدة وإن شاء الله الفائدة عم الجميع رمضاني لمنا شكراً لكم السلام عليكم شكراً للسيد وزير الاتصال على هذه الكلمة ونبدأ محسن مشاهدنا الكرام في عرض الشبكة البرامجية ونبدأ بفئة المسلسلات طبعاً فاطمة المسلسلات العائلات الجزائرية تنتظرها بشغف كبير والتليفزيون الجزائري يحضر تشكيل متنوعة من المسلسلات نبدأ بمسلسل حياة قصة اجتماعية بحبكة درامية معقدة أحداث مشوقة وأسرار مثيرة بطولة أسماء فنية جزائرية لامعة من إنتاج مدرية إنتاج البرامج للتليفزيون الجزائري حياة في هذه اللقطة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 في شهر رمضان اشتركوا في القناة 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 شهر رمضان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وابطال اشتركوا في القناة 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 لكن يجب أن يسرق أشياء من شخصيات أخرى لكي يعمل على تجسيد أدوار لإعطائها مصداقية أكبر لما يشوفها المشاهد تلفزيون جزائري اشتغلت معها كثير من الأعمال تشرفت كممثل لأنني اشتغلت كثير من مسلسلات مع تلفزيون جزائري ومتمنى أنه يبقى في الطالعة ويكون هو المرجع والذي يثبت الشخصية الجزائرية والمغاربية شكرا شكرا جزيلا للممثل يوسف سحيري وسليمان بالوارد أعطونا تحية كبير عليهم ومي خلالهم إلى كل أسرة مسلسل انتقام الزمن ونبقى مع فئة المسلسلات وفكل سنة مسلسل باللغة الأمازيغية طبعا فاطمة الشبكة البرامجية للتلفزيون الجزائري لها عدة أبعاد أجتماعية ثقافية دينية تغوص في التاريخ وتحافظ على الهوية الجزائرية واللغة الأمازيغية حاضرة في مسلسل وأعمال أخرى طيلة الشهر الفضيل قصة اللغز أو السر الذي تحتفظ به بطلة مسلسل تيم لست نتابع هذه اللقطات ونعود بعد لحظات موسيقى 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 نحن ينزد نشيك تمام المنزل موسيقى حتى محمود موسيقى 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 كذو 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 السحلية نعم خالبض عيبس نعم دخور مراوي اي ناري ازداد رقت الدخنة محموز اي اخجو يلتجارة ابتكو غيلي هرتجارة انا يميت الجاة اين يتجارة انا يميت الجاة انا انا يميت الجاة انا انا يكشو مساخننا تلو بلدو خامن زن زن اذا يذي اسم ارومي ازداثي مثب الضار دي هنا تسحول الناسيوناليتي أنا استداد سطر اهلية دارة سطرد رفذا سطرد خامن الله نظر ينتج في السهان انتظر اư انا اتتمان وطنسين عارع يلتك الدمارات شكل أسيني قاتل فروغ سووالة زيدة نتيت تاولي موسيقى 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 جميلة موسيقى موسيقى في رمضان يددون. إن شاء الله يكون يسفرحاً وإن شاء الله يجب أن يكون أقن تفث في دخل الخامنين. إن منا يكون رمضان يسادق. السور فتاح كان ذي لانين ويحتمل الوقت في اللعنة. وإن شاء الله يجب أن نعجبنا التساطس. نجيغون لهنا ثلوث. تابعنا الإعلان التشويقي للمسلسل الأمازيغي تيم لاست. وبعده كلمة للسيناريس والمخرج عمر أعراب. ونستقبل من أسرة المسلسل الفنان مالك فلاك. تحية مفضلكم للمبثل مالك. مالك أزول فلاك. مرحبا. مالك كما سمعنا مع مخرج وسيناريس المسلسل. وكما قلت المسلسل تيم لاست يعني السر ما رحش نسقسي على السر. ونسقسينا واحد ما نشوفها القناة الرابعة ناطقة بالأمازيغية. أنا نسأل وش هي أهم الرسائل ضمن مضمون هذا المسلسل. شكراً ديت الزوارة سلام عليكم الأسرة الفنية ممثلين ممثلات مرحبا بكم. لأول مرة نكون في لحظات كما هذه بصح نسية. لذلك في ملست توفيرت. لذلك في ملست توفيرت. أنا أعرف إلى أن أعرف أصدقائي. أنا أحضر لأسفقائي. أصدقائي في المسجل. أداء نرسل لترجمائي. حمالة المرثة خطروا عليهم أن يحمل المرثة لذلك بعد ذلك قمت بعمل المرثة ثرويس ويجرى ثرويس لذلك نسياه سو سرويه نساوض خلال المساج يكتوشين يلتوشولت المرثة لذلك نساوض نكشم السيزة طريقة من المدن إن شاء الله هذا فرح نسوشون خدم إن شاء الله لا تفيد روح الارتفاث هذا روح الارتفاث ذا نكسمحتي دينا راديا وين دينا راديا وين الفرح دي توشولين الزيار أنس نمر توشولت انتليفزيوت الزياريث في القذيشاقي في المجهود التي تخدم لكن نساوض أنس فرح في وشولين الزياريث نساوض شكرا للفنان مالك فلاك على هذه الكلمة أكيد فيها أكيد رسالة في هذا المسلسل غرص حب الوطن وأطونا تحية كبيرة مفضلكم لأسرة مسلسل تيملست من الأفلام أو من المسلسلات الجزائرية تابعنا لقطات حياة انتقام الزمن وتيملست من إنتاج داخلي مديرية إنتاج البرامج للتلفزيون الجزائري والدعوة نجددها لكل الشركاء الاقتصاديين التقرب من المديرية التجارية للتلفزيون الجزائري حضرنا الكريم مشاهدين الكرام ضمن الشبكة البرامجية للتلفزيون الجزائري بالإضافة إلى المسلسلات الجزائرية الموعد كذلك سيكون بشكل حصري مع أحداث ووقائع الموسم الثاني من المسلسل العربي العربجي وهو ملحمة درامية تسلط الضوء على الظلم الذي يتعرض له بطل المسلسل عبد العربجي فلنشاهد معا مشاهدينا بعض اللقطات موسيقى 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 الظلم بيمد والأيام بتعد والعبرة بالأفلة كيف فات الحارة اللي أتلب لي شو لوين العزم يا استبدور دعي لهو دعي لهو دعي لهو دعي لهو دعي لهو دليني وخلصيني لحت بخليك تشتلي الموت وما تلعي شوفي عندك معلومات عني وحضرت المحقق سفاحة لي مجم القضية تحرك بخفة يعني هيك سميته الظر لا موسيقى 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 نزل مكسورتك عنها موسيقى 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 سورز حظ عبدو موسيقى موسيقى وسيقف أخذ نربط لي أنا ورجالي ونتركك تدفن ابنك بس هذا الشي ما له غير سبيل واحد هذا من جاك يا أبو حمزي بدي رأس عبده يصير تحت عنصر ما يتي هذا أفرق العيلي وبعد ولادي عندي الحرب لسه ما خلصت ما رح يعني لبال لحتى تخلص عليها حلية وكل من ولاها رح أختار أمهر القوات اللي عندي بيجي في رأس هذا جرباوي هو وعيد مربوطين قدامي مثل الكلاب حرام عبدو مكاني ما بتركوا لحدا طار وبره لحقني يا رجال هجل كانت هذه حضورنا الكريم مشاهدين الكرام الومضة التشويقية للموسم الثاني للمسلسل العربية السوري العربجي في الصهراء الترويجية للشبكة البرامجية للتليفزيون الجزائري لرمضان الفين واربع وعشرين تحت الشعار رمضان يلمنا هذه الصهرة برعاية مجمع سيفي تاي وقبل أن نكشف عن باقي البرامج والأعمال الرمضانية لقنوات التليفزيون الجزائري نستقبل تحت تصفيقاتكم وتحياتكم الفنانة مريم بن علال اشتركوا في القناة 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 في القناة هذه الإطلالة الفنية وبها نجدد التحية لكل مشاهدين في كل مكان داخل وخارج الجزائر خاصة لمن التحق بنا اللحظة قل لكم فاتكم الكثير وليزال الكثير في الشبكة البرامجية للتليفزيون الجزائري خلال رمضان 2024 نعم محسن وبدون إطالة ندخل في فئة السيدكوم والسلسلات محسن السلسلات الفكهية والبداية من جنوبنا الكبير نعم فاطمة وتحديدا من جانت أين تدور أحداث السلسلة الفكهية أهضان غرام أو الحياة الجميلة للقصور سلسلة بالترقية نتابع هذه اللقطات ثم نعود الأحمر إنها الحياة الأرسل والأسة هذه الحياة مج هذه الحياة فشير عطيه ابان عشم ابان تقرأك بسم الله الرحمن الرحيم توارة تزان توارة ديبسغن تواجمع درجوة التموسادق السوف دايدة محمد مزال خيرا لكم معكم حسين مزياني مخرج سلسلة الفكاهية إحضان نغرم كنا حابين كونوا معكم في الصحراء هذه ولكن الله غربكم تشوفوا مازلنا في تصوير المهم سلناونا في رمضان 2024 على القناة الرابعة الناطقة بالأمازالية وشكرا بسم الله الرحمن الرحيم الاسم العيد لقف قطافي المشارك في السلسلة الفكاهية إحضان نغرم في دور أخا موك الذي يعرض في رمضان هذا 2024 القانة الرابعة الأمازيغة إن شاء الله انتظرنا في رمضان السلام عليكم أنا اسمي عتمان يهودا في دور تلة في سلسلة الفكاهية إحضان نغرم انتظرونا في رمضان 2024 في قناة الرابعة الناطقة بالأمازيغية ومن سهرة رمضان لمنا لوجه تحية كبيرة للمخرج حسين مزياني والفريق العمل بهذه السلسلة التي لا تزال قيد التصوير بولاية جانت ومن فضلكم تحية لكل أهنى بالجنوب الجزائري كما نحيي مشاهدين في الشرق والغرب والوسط ومشاهدين خارج الوطن نذكر أنها سابقة للتلفزيون الجزائري إنتاج سلسلة فكاهية بترقية بالإضافة إلى أن الأطباق فيما يخص السيكوم والسلسلات الفكاهية ثرية جدا على غرار ماينا أكاديمي الشو ريشا وبندو وألف بنا وبنا نتابع هذه اللقطات أجمع ليش همو لهويش مايش همش موجع любой في بالي يا تبعد هذا ووجي بنها الخبار بعزوز لكم ومخارجاتكم من راحمة طرابة وراجلك مدير لكم الفدة الزولة هنا مرحباً، سهلاً ترطق لا ترطق لي إلا أنا، لدي ليسوا خبتي، تبارتاجي ومكسيمو، تبارتاجي وغادوا تكملوا بالخف وطلعوا لماكلاسة، فهموا؟ مرحباً هاول هي تفا، ها حناك مرحباً مرحباً مرحباً؟ مرحباً؟ ما كنت؟ رائعاً السلام عليكم، أنا بازغا يا بني ما كنت؟ أنا أستاذ هل أنت أستاذ؟ نعم خم قاعد وهذا أجلتها كانت أستاذة 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 ربعين عام كي كبرت ونحط لهذا هذا مفيدة مفيدة أنا فرينا ها ريشا طال حباب أنا تحت الطابلة شفت باللي ماكش باندو ورعا شنيه على بالك زاميل زباندو راح يمين الدوال إعزة التربية وين هو؟ نعرف زاميل زباندو زاميل轉باندو للليграДمرتهم إنتجي اثننا العاء بعينو العزيزاء أي ، مي، مي سيوا باندو باندو سيوا باندو نخرجكام الغرقاء ما تستعب ما تشقاع باندو ولادي ولا لا 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 باندو ولادي هنا ركش تلف آ أنه الماركش نورمال هيي ريشا اي أشرق لي لا يدغ وجالب باحكيكم أشعالها في الخدمة كنت قيغة شهر زاد شهر زاد هاد القسر التاعي انا ماش ليتع شهر زاد مولاي باين باين الله يبالك كنت مع مر ومسكني باين باين هدي كل هوا عودها دي كنت كين ديال هقده شوف مزيرش بزافة غين ديال هقده كيف هيطلع هاده هقده كين موت تبني لقبر وحن ديك فلك واريو بدا احنا ربيك بيسون الدفنك موت يبرك موليتي سوسو نقدم لك لخديم شهر ايار من الخدماء للدار يجيبك الجامي ديالروطار ما يخمم ما يحطار تقدري تحارت عليه ليل ومهار مولاي فصلنا العيد تعيمة عيلي تبدأ عيوالله واو واو او عيد السلاة المكان هاوله قلت له ضوك بعد الهماما ضوك بعد الهماما ما انسحق لهماما يا غرامي انسحق درامي اعطي لي درامي كيفاش تتخلص من سيبتك في تلتة ايام الميادة هذه انا مقدش عليك كاي يما ما بقيتش قاعدة هنا امشين روحوا 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 ده ليارتكم تشكيلة متنوعة من الأعمال الفكاهية ونستقبل بطلة ألف بنا وبنا أمينة كركوت تتفضل الزميلة أمينة كركوت تحت تحياتكم أعطونا تحية كبيرة أمينة مساء الخير كل عام تيب ألف خير أمينة كتنا عرفوا الموسم الرابع لهذه سلسلة ألف بنا وبنا الجميل أنها تجمع بين التمثيل والفكاه والطبخ سؤالي مشي في هذا الخصوص سؤالي أنك في كل مرة كل إطلالة للأميرة شهر زاد زي تقليدي جزائري وهي رسالة قوية من هذه السلسلة صح محسن في البداية نرحب بك بفاطمة بالحضور الكريم والمشاهدين اللي رامي تبعوا فينا عبر قنوات التلفزيون الجزائري نقول أنه برنامج ألف بنا وبنا هو برنامج تعود عليها المشاهد الجزائري اللي رأوا في موسم الرابع في كل مرة نقدموا حكاية ونقدموا أيضا طبق كما قلت محسن تكلمت على زي التقليدي الجزائري في كل عدد نكون فيه لباس تقليدي جزائري حاضر من ولاية يعني من العاصمة من اللباس الشاوي يعني في كل المناطق الجزائر اللي نفتخروا بها أيضا في كل مرة ريدا عينين اللي هو اللي يكتب في كل مرة يقدم قصة تاريخية ولكن بطريقة كوميدية نشكر الفنان القادير حميد عشوري اللي راه يلعب في دور الشهريال سلطانة شهرازاد نورة بن زيراري اللي هي الأم وأيضا ريدا عينين اللي هو في دور عم الهوف وأيضا فيه وجوه فنية حاضرة اللي راح تكون ضيوف شرف شكرا لك أمينة على هذه الكلمة وشكرا على حضورك معنا اليوم في هذه السهرة شكرا نقول لكم رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير تفضلي أمينة ومنشكش أنه أمينة في هذه السلسلة أكيد الأطباق تكون دايما بمنتوجات سيفيتال هذا أكيد شكرا لمجمع سيفيتال على رعايته لهذه السهرة رمضان إلمنا ونوصل فاطمة نعم محسن نواصل بقية الفقرات مع ضيوف الحاضرين معنا اليوم في هذه السهرة رمضان إلمنا مشاهدين هذا البرنامج برعاية سيفيتال كما قلت فاطمة ونواصل مع الحضور الكريم ومشاهدين الكرام عرض أهم ملامح الشبكة الرمضانية لتلفزيون الجزائري التي تجمع بين المتعة الفرجة رسائل هادفة مرصعة بالتمسك بالهوية الجزائرية نتابع الآن السلسلات الناطقة باللغة الأمازيغية المترجم للقناة ويتقضان ووونا إذن ما حرجن كلسي ملوسن أدعب مهرج تنسلسك الفقر أغير مرات جيس هنسينيغ المترجم للقناة ويتقضان 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 بسم الله الرحمن الرحيم أين أنا؟ هل تسمي ذلك الزائل الشوطان؟ شاش بايش أم الله الزوح أم الله الزوح إيه أفيرو بوليس خمض الله يبرك ذاكي أميشي العربي أبتحقق أبتحقق مجدد أبتحقق أبتحقق تذكر ثلاثي دي سيرينوك يا أغسانيو رقشان مسعوا أي تنجيلوليو آه نكون عاد تهرية ضريق قوي أك Organism أتاكولار يا أبحث همصي ايه اهينا يو نتسخينا يو قرية الانجينيور دوتولي موتو ايه شمار يازي اذا فيكال الشبكة شمار واحدة نتياهنا رمي مرمان اصدارو فزاك الساب اصدارو مرمان اصدارو مرمان اصدارو مرمان باشار اليوم اصدارو مرر complicated يا اسلاه داسل اتلاتو ساعاااايا مرمان كثيرا عنصلك لاش مدفع صفية بديت سبق السبق ماذا تصببك يا بسألك قول بنا مراتين ما اصدقائي كيف امتي وsto صلو اشترى تفيد اصدقائي وفضعة ما عشنا عشر معتصر توروس تدار اوني 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 خددع سي اذيك اول الفا الا جيمال اولي اقفو لفا ايميل زمال ايميل ايميل امي ايميل جيتا ميس هيا بكشي هاش هصفى نعساكم إنه سخيص مغساً؟ لا، كيف تخحني هيا الوصول أشياء هيا لما أشياء تخضيها؟ يومك لكيف تبقى؟ أصلاً يشتغل بالوطوب حينا فيها كثيراً فيها كثيراً أنت تقرم؟ العمال كثيراً ما عرف ماذا سيخداً الله كريم هيا، أصلاً سيخداً خلق كرمي بوقت سرشا رمضان لمناء السهرة مازالها متوصلة عبر قنوات تلفزيون الجزائري الذي يعد مشاهديها الأوفياء بشبكة متنوعة ومتميزة وبالإضافة إلى الأطباق الكلاسيكية على غرار المسلسلات والسلسلات والبرامج ستتابعون أفلام تلفزيونية جديدة وهو كذلك فاطمة يوم بعد يوم نقترب من استقبال الشهر الفضيل والذي سيتزامن هذه السنة مع شهر مارس وكما يعلم العام والخاص فشهر مارس في الجزائر هو شهر الشهداء وفيه عيد النصر عدة محطات ثورية وطنية من خلال أفلام تلفزيونية بدعم من وزارة المجهدين وذوي الحقوق في إطار الأعمال المنتجة ضمن ستينية الاستقلال والبداية مع فيلم سينمائي طويل يروي سيرة ومسيرة محمد بالوزداد فلنتابع حصريا هذه الومضة التشويقية ترجمة نانسي قنقر 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 من إنتاج تلفزيون الجزائري سيناريو مراد أعباس وإخراج المبدع رشيد بن حاج المخرج المبدع رشيد بن حاج صاحب فيلم المعتدون وردة الرمال عطور الجزائر نجم الجزائر وأعمال أخرى المكرم أكثر من مرة والمتوج مؤخرا بجائزة متوسطية نتابع سيدات سادة مشاهدنا في كل مكان هذا الفورتر القصير حول المخرج المبدع رشيد بن حاج ترجمة نانسي قنقر نستقبل المخرج القدير رشيد بن حاج أهلا بك تحية من فضلكم للمخرج رشيد بن حاج رشيد مساء الخير شرف كبير حضورك معنا تابعنا لقطاتها حصرية رشيد بين الإبداع في الرسم والإبداع في الإخراج أين تبدأ أكثر يعني نظن كتبير فيلم هما كيف يقول لوحات زيتية كل صورة وكل شيء يعني مخرج لم أعرف شيء رسم أنا من لازم تحية كيد كبيرة الأستاذ رشيد رشيد تفاصيل حول هذا الفيلم يعني محمد بالوزلد إنسان عادم كبير مت في عمرو كانت مني وعشرين ستنات سغير في عمرو تنين وعشرين كان يخدم في المنزل في المنزل المنزل كم تدكتور رانافي في عمرو وكيف يحضر في المنزل يحضر في المنزل يحضر في المنزل يعني هو ميتل بخطر يخلق لوس في الآخر تعميسة للحج وتحتوش كون كانوا كانت بن بلا أي تحمد بوديف قاع هو جابهم للآخر كان يعني مفروض عليها وعلينا قاع وتلفازة لنشكرها لي يديروا فيلم على إنسان هكذا عظيم كبير تك صحب نعم بقى معنا بقى معنا سيد رشيد بن حاج ونستقبل بطل الفيلم الذي جسد شخصية محمد بن وزداد الفنان جانا نصر الدين خذ المعنا أستاذ رشيد مرحبا نصر الدين انتا كممثل فنان شاب أنك تجسد دور بطل ورمز بحجم محمد بن وزداد هل هذا تعتبر تشريف أم تكليف شعرف كبير لتجسيد شخصية محمد بن وزداد ولذلك أشكر المخرج رشيد بالحاج لاختياري لأداء هذا الدور وكما أشكر أيضا المؤسسة العمومية لتلفزيون الجزائري لإنتاج هذا العمل للفني وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور الجزائري تحية الجزائر برك الله فيك شكرا جزيلا لنصر الدين قانا اليوم سيدتي سادتي مشاهدين اكتشفتوا أكيد الشخصية والممثل الذي جسد شخصية البطل الشهيد محمد بن وزداد وهناك تشابه أكيد في الملامح وفي اختيار المخرج برك الله فيك شكرا تحية كبيرة لمخرج العمل والممثل أكيد جانا نصر الدين كما نحيي المشاركين في هذا الفيلم سليماني عبد القادر جامل عوان بلاغيلي رشيد وآخرين نوصل معكم سيداتي سادتي فئة الأفلام الثورية الوطنية وإلى فيلم آخر يرحل بنا إلى مدينة الجسور المعلقة فاطمة سويقة في قسنطينا أيام الثورة في رمضان تحديدا سنة 1958 أحداث ووقائع نتعرف عليها من خلال هذه الومضة التشفيقية فضل تحديدا سهل سيقرح 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 نوضة تساحر يا نايم لا ضي واناوضة يخطك تساحر صباحكم بالخار يا وجوه الخار ترجمة نانسي قنقر 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 اي دا ايه! تحية من فضلكم لمخرج الفيلم مهدي عبدالحق ونذكر أن تلفزيون الجزائري قبل أن يعرض الفيلم سيقدم لكم هذا العمل على شكل تسع حلقات أذكر أن السيناريو لعمار محسن والإخراج لمهدي عبدالحق نعم محسن نستقبل الفنان أحمد رياض تحت تحيتكم نيابة عن أسرة العمل أطولنا التحية كبيرة من فضلكم لأحمد رياض مساء الخير سعيد جدا أني أكون حاضر بين هذا الوجوه النيرى وهذا الجمع الطيب المبارك هذه السلسلة أو هذا الفيلم الذي يروي قصة نضال قصة كفاح قصة الثورة الجزائرية لكن فيه خصوصية والخصوصية أنه رحين نحتفل بشهر رمضان أو شهر رمضان يلمنا مرتين لأن هذا الفيلم فيه يحكي على النظام لكن في شهر رمضان يعني رحين نستمتع بشهر رمضان مرتين شكرا لكم شكرا للممثلات ونتحية كبيرة لأحمد رياض وكل أسرة هذا العمل نعم محسن الفيلم من بطولة بوثينا عليوة حكيم ذكر سابرينا بوقريا وأخرين وفاطمة السمحي قبلنا أن نوصل في فئة الأفلام الطويلة الثورية الوطنية أكيد الحضور الكريم ومشاهدين يسألوا هل فيه كاميرا خفية؟ نقول لهم نعم كاميرا خفية ومدرية إنتاج البرامج والمدرية التجارية ما حبيش تكشف اليوم عن لقطات لأنه حاليا يتم التصوير يعني لو كان نوررهم كاميرا خفية أكيد المشاهدين رح يتفادوا مقالب الكاميرا الخفية اللي فيها فكاهة وكذلك رسائل هادفة نعود إلى الأفلام إلى فيلم مطول آخر يسلط الضوء على جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر حيث تدور الأحداث سنة 1955 وفيها بشاعة أسليب التعذيب الفيلم يحمي العنوان صمتا نحن نغتال نتابع هذه اللقطات موسيقى 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 يمكن أن يكون هناك في الأنساء. نعلم أنه يوجد منكم أمكم المساعدة أميك 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 أجل أن أجل أن أميك أسنعيني وإنك وإنك يمكن أن يكون لدينا مكتوب أمتلك بسيطة! أمتلك! لا أعلم! أمور لها! أمور سيبوك! لكن لا أعلم بلدك! أمور لها! محيطة كشكي يالك شنولا؟ خذت الماضي أن أيضا في نطاقات آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ نحاrad ... نحق ... نحق... نتناسك و أهلك يا واحد الخبرين... اشتركوا في القناة حسين مزياني بطولات جمال عوان فريد فروجي ونستقبل الممثل نوردين بوسوف تحية كبيرة بفقدكم لنوردين بوسوف مرحبا بك أستاذ أهلا وسهلا كل عام وأنت بألف خير نيابة عن أسرة هذا العمل الذي سيبث في رمضان ممثل قدير أعمال كثيرة ما هي خصوصية أداء عمل في فيلم ثوري وطني أولا شكرا للاستضافة وحييكم وحيي الضيوف الكرام وأنا جدا مصرور بتواجهي معكم في هذه الليلة هذا فيلم كان السيناريو تهو وجد تقريب من عام لعامين كثير من عامين وتكلمني عليها المهرجة حوسيني مزياني جالي المنزل تكلمني عليه وأنا كنت تقصد يعني بالقصة لأنها هو يروي أحداث مأساوية وعلى تعديب بشع أشياء ولكن الفيلم لماذا أجبني لأنه لم يكن كفاح مسلح فيه كفاح روحي وأنا للأسف أديت دور البشع اللي هو لوكا كان معمر في مدينة باثناء وشكرا لتلفزيون الجزائري للمدلنا الإمكانيات ونشكر المسؤولين تلفزيون الجزائري والتقنيين اللي كانوا معنا بكل احتراف واخدمنا الفيلم هذا وإن شاء الله للأجيال القادمة لكي لا ننسى إن شاء الله نحن نشكرك على حضرك معنا اليوم وشكرا على هذه الكلمة شكرا تحية الجزائر والتحية فلسطين شكرا جزيلا وبكلمة تكيد الفنان والممثل نوردين بوصوف نختم فئة الأفلام التي ستتابعونها في رمضان عبر شبكة قنوات التلفزيون الجزائري يكيد هذه الأعمال التاريخية بدعم من وزارة المجاهدين وذوي الحقوق ومنتاج التلفزيون الجزائري تذكرنا بثمن الحرية من جهة ومن جهة أخرى شجاعة المقاومة الجزائرية وفي صهرة رمضان لمنى وقفة أخرى مع غزة الجريحة لكن المقاومة نغم مقاوم كلمات الشاعر بالقاسم زيطوت الحان وأداء المطرب فؤاد ومان تحت تحياتك مقاومة 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 والصورة عاجل أخبار مقاومة ضد المحتل المدفع حدين نوار مقاومة من غزة طل والصورة عاجل أخبار مقاومة ضد المحتل المدفع حدين نوار ثورة حتى المصري هل والأقصى والقدس ديار عربية المجلي المستقبل وفلسطين الغد عمار يغفر الزيتون الأخضر والطلقى في بيت النار مقاومة من غزة طل مقاومة 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 كبرت تدفل وأحلامي في كانوصا كراسي بالهم ذقل من رسمي الهول الضمار مقاومة 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 صف من غزة طل مقاومة 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 ما هو الهولة طفعن الأقصى زلزل القبة والجيش نهار في صدمة هارب مختل خلاها مار الطيار وأسرهم من خوف الظل تتوسل والغير فرار ويهبص من الزيتون الأخطر مبقع في بيت النار يهبص من الزيتون الأخطر والطلقى في بيت النار مقاوم من غزة طلب مقاوم 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 من حقل الدل من زهرة بين الأشجار من أنفاق شموس الظل تحدي الجدار العام من صخرة من فكرة عقل من بسمة في وجوه صغار ومدوا جزر البحر غزل رايتها وسكنت الأقمار يهبص من الزيتون الأخطر والطلقى في بيت النار مقاوم من غزة طلب مقاوم 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 من غزة طلب والصورة عاجل الأخبار مقاوم ضد المحتل والمدفع حد دينا نوار مقاوم من غزة طلب والصورة عاجل الأخبار مقاوم ضد المحتل والمدفع حد دينا نوار ثورة حتى النصر يهل والأقصى والقدس ديار عربية المجد المستقبل وفلسطين الغد أعمار مقاوم مقاوم وبالي مؤسسة فنون وثقافة لولاية الجزائر ونوصل معكم سيداتي سادتي هذه الصهرة الخاصة بترويج شبكة البرامجية للتلفزيون الجزائري خلال رمضان هذه الصهرة تحت الشعار رمضان المنى برعاية مجمع سيفيتا نسعد بدعوة السيدة الساميرة قبلي مستشارة مجمع سيفيتا المكلفة بالإعلام والعلاقات العامة تتفضل تحت تحيتكم لإلقاء كلمة في هذه الصهرة بسم الله الرحمن الرحيم السيد معالي وزير الاتصال السيد المستشار المكلف بالإعلام برئاسة الجمهورية السيد المدير العام المؤسسة العمومية للتلفزيون السادة مدراء المؤسسات الإعلامية كل باسمه السادة الشركاء الاقتصاديين كل في مجاله زملاء إطارات مجمع سيفيتا أحييكم وأحيي الحاضرين من كفاءات إعلامية وإدارية من صناع الصورة وصناع التنمية في بلادنا والحقيقة أن القصة يمكن أن ألخصها في صفة تجمع بين مجمع سيفيتال والمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري وهي السعي الدائم إلى النجاح وتحقيق الأهداف بمنتهى البراعة والتفوق وذلك وفق ما يؤكد عليه مراراً السيد رئيس الجمهورية عبر إلحاحه على ضرورة الالتزام بالكفاءة والفعالية في كل المجالات ولذلك ونحن على مشارف الشهر الكريم يتشرف مجمع سيفيتال بمرافقة شبكة البرامجية المحكمة التي أعدها تلفزيون العمومي لمشاهده وهنا لابد أن أؤكد أن السياسة الإعلامية لمجمعنا والتي تحرص على إعطاء الأولوية للأفضل ومرافقة كل ما من شأنه أن يخدم بلادنا ومواطنين انطلاقاً من وعينا الراسخ بأن العصر هو عصر الصورة والفرجة والإبهار لقد تعلمنا في سيفيتال أن الإرادة الصادقة إذا ارتبطت بالكفاءة العالية لن تعرف المستحيل وأن وطننا الكبير ينتظر منا دائماً أن نكون في مستوى عظمته الزملاء العزاء في تلفزيون الجزائري ستجدوننا بحول الله دائماً سنداً لكم في تحقيق أهدافكم كما وجدناكم سنداً لنا في مرافقتكم المهنية لإنجازاتنا وبمنتهى الشوق سننتظر إبداعاتكم البرامجية في الشهر الفضيل الذي نتمناه موعد خير وبركة على بلادنا وأهالينا خاصة أن تلفزيون يعتبر المرجع في الاحتراف الإعلامي شكراً على الإنصاتكم معاً تمنياتي لكم بالدوام النجاح والتوفيق شكراً شكراً لمستشارة مجمع سيفيتال مكلفة بالإعلام والعلاقات العامة على هذه الكلمة ونعود إلى عرض الشبكة البرامجية الرمضانية للتلفزيون الجزائري والبداية بالبرامج الدينية نعم فاطمة باقى عطرة من البرامج الدينية المختلفة والمتنوعة على رأسها الموسم الثالث عشر لتاج القرآن الكريم وكذلك الموسم التاسع لبرنامج حادي الأرواح أُلِدَ الْهُدَى فَالْكَائِنَاتُ ضِيَاءُ وَفَامُ الزَّمَانِ تَبَسُّمٌ وَثَنَاءُهُ أَلَّهُ دُّ الْجَلَالِ مَطْلَعُ الْأَقْمَارِ مِنْ وَجْنَتَائِنِ زَادَ الْغَرَامُ وَزَالَ كُلُّ تَسَبُّرٍ وَغَبْنَا بِمِسْكِهِ حُسْنَا الْخِتَامِ كِتَامُ الْكَلَامُ وَلَوَامَنَا أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِيناً حَسْبُكَ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ شَكْرَ اللَّهُ تِلَاوَتَكَ وَغَبْنَا بِمِسْكِهِ عُسْنَا الْخِتَامِ كِتَامُ الْكَلَامُ وبالإضافة إلى برنامج تاج القرآن وحادي الأرواح أنتم على موعد مشاهدنا مع مجموعة متنوعة من البرامج الدينية الأخرى عبر قنوات التلفزيون الجزائري وأطلب بفضل من الحضور الكريم تحية من فضلكم لكل صناع هذه الأعمال الرمضانية الدينية خلال الشهر الفضيل من فئة البرامج الدينية إلى فئة برامج الطبخ فالسيدة الجزائرية على موعد مع شاشة التلفزيون الجزائري وصفات جزائرية تقليدية وأخرى عصرية وحتى وصفات فلسطينية فلنتابع موسيقى 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 جامعة تقدري بالعنيا ويناء يتماء ويناء يتماء ويناء يتماء ترجمة نانسي قنقر وصفات فلسطينية مئة بالمئة مت نوعا بأدواقها وبألوانها موسيقى أهلا وسهلا فيكم موسيقى فطركم فلسطيني طيلة شهر رمضان على التلفزيون الجزائري موسيقى تابعنا لقطات من برنامج فطركم فلسطيني فطر جي شاف أطباقنا وهو برنامج بمختلف اللهجات الأمازيغية فاطمة بالإضافة إلى هذه البرامج هناك برنامج أطباق بلادي أنا وارستي في الكوزينة وبرامج أخرى وقبل أن نمر إلى برامج السهرة نذكركم أن التلفزيون الجزائري اختار لهذه السنة شعار رمضاني لمنا أين ستجتمع العائلة الجزائرية مع شاشات التلفزيون الجزائري ككل سنة مشاهدين أبقوا معنا سهرتنا ما زالها متوصلة هذا السهرة برعاية مجمع سيفيتال ومجمع سيفيتال سيكون طيلة شهر رمضان رائي لبرنامج في بلدنا وخلال برامج السهرة سنتابع كل من برنامج بواب 21 حديث الجزائريات قعدة رمضان وبرامج أخرى نتعرف عليها من خلال هذه اللقاطات نعيش معكم في برنامج في بلدنا عمق هذا البلد القرى بعاداته تقاليده ومطبقه الثرية وتراثه المادي واللمادي في قالب مختلف يشاركوني في البلد والدكتورة فيزا رياش الحديث عن هويتنا وثقافتنا الجزائرية والأستاذ مهدي براشد المختص في الموروث الثقافي الجزائرية الذين يناقشون مختلف القصص الخبرية الجميلة التي يرصدها لنا شبكة صحفينا عبر مختلف ربوع هذا الوطن في الجزائر قصص تستحق أن تروع في برنامج في بلادنا في رمضان بسال خير جمهورنا وإنما كنتوا بسال خير ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج بوابة 21 سعدان نلقاوكم مرة واحدة أخرى مفاجأة واحدة أخرى ومواضيع أخرى هادي تقاعدة هادي تقاعدة كينا بحنا ندروه هنا كل شي بالقاعدة هادي يا قاعدة باش نكتشفوا هويتنا وثقافتنا ونغوصوا فيها نتشبعوا منها باش نعرفوا ونحميوها رانا دركة أمام مسجد أبو مرواني الشريف ليعتبر ثالث أقدم مسجد في شميل إفريقيا بقيت روحي أنا تبيران نتعلم منه أنا نتعلموا منك نديراش شعار فلسطيني غم هذا الشهور كاملة ها لازم من عاداتنا وتقاليدنا تتلم العائلة الجزائرية في قعدات رمضانية قعدة رمضان برنامج يهتم بالترويج للأعمال الفنية والبرامج التلفزيونية لرح تتبعوها على شاشة التلفزيون الجزائري هذا رمضان قصرة تجمعنا بالحباب يحكيوننا عن كواليس العمل وكيفاش راهم يجوزوا رمضان المتنة جزائرية مية بالمية والتلفزيون الجزائري هو اللي يجمعنا مع قعدة رمضان رح نقضيه مع بعض أحلى الأوقات رمضان كريم كل عام وأنتم بألف خير يعود رمضان مع حديث الجزائريات ندخل بيوتكن قلت يالله يا معبود نحلي الوسوس والغم على قلبي نعقده وننوى الفعل وصهرتنا تحلى مع حديث الجزائريات بالإضافة إلى هذه البرامج مشاهدنا ستسهرون مع برامج أخرى تهتم بالفن والمنوعات على غرار عازف الليل العنقاوية جاركا وقهوة الفنانين ويدخل علينا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك صلى الله عليه وسلم كان رضيعا عند حليما يرعى السيد بالأغنم سلام على الأحباب في القرب وفي البعض كما هبى النسيم على الورد تختلف أنواعه من بلد وثقافة ولغة لأخرى الشيخ محمد العنقا كان متعاطف مع الحركة الوطنية خدمت وتعبت واجبت حاجة جديدة لبلاد لي رايحة تقعد في طولاتنا موسيقى 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 يا بدي دي يا كل شي يجي وطبلها الطبلة مهنا نقدبش عليك يا أمي أنا يان نحشق في هذا الفن موسيقى رح نكون معكم في شهر رمضان على قنوات تليسيزيون أي جزائر في برنامج ثقافي فني خلي دوك أنا فهمه موسيقى شوف يأتين القهوة وكاين فنانين هلوك الفنانين في القهوة ثم القهوة رايب على الفنانين المهمة فيها ضحف فيها لعب فيها موسيقى فيها أتايات فيها قلب اللوز موسيقى 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 يا فنانسا ليمزيني يا الغالية بنت العاصي يا موسيقى عدي كفاني مغروم حزين موسيقى وأكيد المتعة والفرجة مضمونة معنا مشاهدنا في كل مكان بالإضافة إلى الغوص في التراث الجزائري وللمشاهد الصغير نصيب في الشبكة البرامجية ما لا يقل عن ساعة من الزمن مقدمة للأطفال الذين سيتابعون قنوات التليفزيون الجزائري في رمضان موسيقى نحفظ بيئتنا نحميها نرعاها فالثروة بين ثراها في البر أو في البحر مرخبا يا تو النملة أريد فقط أن أستعيدك كرة القدم آه وماذا عن مباراة كرة القدم لدينا الآن؟ يعيش النمل في الأشواك المجوفة الشجرة كبيرة كقلعتهم تمنحهم منزلاً وتزودهم بالرحيق للطعام اسمي هو كندي وأنا كلب كلب رعي آه 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 ماذا؟ ألم يرى أحد منكم خروفاً أسوداً من قبل؟ لا آه 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 تلبي مختلف أذواق العائلة الجزائرية وكيد نأمل أن تحظى هذه الأعمال برعاية المؤسسات الاقتصادية التي ندعوها للتواصل مع المدرية التجارية لتلفزيون الجزائري بالإضافة إلى كل ما تم تقديمه سنعرض عليكم سيداتي سادتي مشاهدين في كل مكان باقة من البرامج الأخرى التي ستبث عبر قنوات التلفزيون الجزائري كانال جيري القناة السابعة القناة المعرفة والقناة الشبابية تحية كبيرة كلها محبة مشاهدين أينما كنتم أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج من يخشى السؤال يخشى المعرفة وش معنى هلوان شريس هذه المغارة التي استضافت العلامة عبد الرحمن إبن خلدون بين 1375-1377 من تراثنا الذي سنرصد من خلاله التنوع الثقافي الكبير في الجزائر من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب محبابكم سنة لنباراتي في الجنوب تبقى تبقى؟ مرحبا ج autonomية تبقى؟ أين لديك كبير الأعراب؟ أعرف الأخري مراحبا جائبا؟ أتبقى؟ لحبا جائبا أينما ألم؟ إذا كنت أفعله رائعًا، أفعله كنت أفعله مدخل، إلا 84 عام، لم يرى هذا الوقت تجارة تليفزيونية، موسى سالة، سيتكوم و الأبرامج موسيقى قم صحابة خير الأنام، محمد عليه الصلاة والسلام شباب حول الرسول، يأتيكم في رمضان على القناة الشبابية السوق مكتب جدا اليوم عرفت العرب بالحكمة والحنكة وبالنوادر وكانت خصالهم هي النبراء بتعاملاتهم ويومياتهم موسيقى موسيقى تابعتم معنا مشاهدنا منذ بداية السهرة أعمالا من مختلف الفئات ونشير إلى أنها ليست كل الأعمال، بل هناك المزيد والكثير أكيد الكثير ينتظركم عليكم إلى متابعة قناوة التليفزيون الجزائري خلال رمضان الهدف الأسمى هو لم العائلة الجزائرية في جزائر لم الشمل أمام شاشات قنوات التليفزيون الجزائري المتعة، الفرجة، الإثارة، الغوص في التاريخ والتورات ومعنا أكيد سنختم بعد قليل بحنجرة تحمل التورات هي الفنانة مريم بن علاج شكرا جزيلا لكل الحضور، شكرا لكل المشاهدين، شكرا للراعي الرسمي لهذه السهرة مجمع سيفيتال شكرا لفرقة التقنية والمخرج رستم بن نصر تحيات القائمين وعمال مدرية إنتاج البرامج والمدرية التجارية وأكيد المدرية العامة رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة